السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع أنا عندي قسم في قناتي اسمه عالم سيزار هذا القسم مخصص لفيديوهات ملاحق علاقة بالإعادة بالتقنية فيديوهات عامة بحكي فيها يمكن عن نفسي وشكلات شخصية رحلتي إلى أوكرانيا وما إلى ذلك هيك بلشتها عجب كثير ناس وبعدين وقفت الموضوع لأنه محسنش في تفاعل لكن وجدت أنه الناس بطلب مني إرجاع عيدها اعمل 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 فسألت آخر فيديو بتحبوا أكمل؟ معظم الناس طلبوا بني أكمل فيه ثلاث أشخاص بس قالوا لي ما تكمل فمش راح أرد على ثلاث أشخاص مع احترامي إلهم وبدي أكمل فراح أكمل هون بسلسلة أوكرانيا بهاي السلسلة وبعدين ممكن تكون فيديوهات عفوية أي نوع من أنواع الفيديوهات العفوية اللي ممكن أحكي عنها بشكل عام مالهاش دخل بالتقنية يعني ما فيه إشي محدود وأتمنى أنه هذا إشي ما يزعجكم إن شاء الله طيب قبل ببلش بالحكي أو أكمل سلسلة أوكرانيا بسألوني كثير ناس عن الحرب اللي في أوكرانيا لأنه فيه حرب أكيد أنا طبعا أكيد ضد الحرب وأنا يعني الناس اللي بموتوا هناك أكيد هم أبرياء ومالهم مش علاقة بالسياسة اللي بتصير لكن اللي بتصير هناك مش إنه روسيا بدأ تأخذ أوكرانيا عشان بتحب تكبر أرضها لا هو حرب يعني أنتوا ممكنوا فاهمين إنه فيه منافسة في أمريكا والنيتو بدوا يسيطر على أوكرانيا عشان يخنق روسيا والروسيا فاهمي هاي القصة وما بدأت تتخلى عن أوكرانيا مستحيل تتخلى عن أوكرانيا لو بتتذبح كل الشعب فهذا للأسف اللي حاصل ومناس لك بتموت فأتمنى تتوقف الحرب وأمريكا تحلوا عنهم وخلص تنتهي الأمور وترجع لسالف عهدها طيب خلي أنا أكملكه عن أوكرانيا بس عشان أقدر أربط الأفكار مع بعض أنا قدمت حلقات على قناتي هون وفي حلقات قدمتها على قناتي عالم سيزار فما بدي أرجع أعيد بدي أحاول هيك أختصر الفيديوهات عشان أكمل القصة للناس بدي أحاول أعيد بعض الأحداث بفيديو واحد هذا ومن ثم أكمل بالحلقة الجاي اللي هو اللي أنتو كنتوا تستنوه تمام؟ فحنبلش من هسا إحساس الغربة إحساس سلبي لونه داكن مشاعر سلبية فعين بتشعر أنت بالوحلي لما تكون مغترب بتبلش تقدر كل لحظاتك مع أهلك مع أصدقائك وإنت مسافر تتذكر تتذكر الحارة تتذكر المخيم السوق واحد بنادي على البندورة واحد بنادي يا ولد شو خلق سويت كلمات غريبة عجيبة مملهاش أي أهمية بحياتك اليومية لما تكون متغرب بيصير إلى قيمة وأهمية وبصير تتذكر وتعيش هذا الجو هذا كان شعوري في أوكرانيا أول بروحت على أوكرانيا ولكن بس بلشت أتأقلم بالحياة هناك فقدت الشعور بالغربة بطل عندي هذا الإحساس هذا الهاجز هذا الحزن هاي الطاقة السلبي خلاص انتهت نسيت أني متغرب وبلشت أستمتع بحياتي هناك وهذا اللي بحاول أوصلكو إياه بالفيديوهات بحاول بالتجربة اللي صارت معاي يمكن حدا يستفيد من التجربة معلومة فائدة معينة أنا مش متأكد بصراحة وإن شاء الله إني أقدر أوصل فائدة ومتعنوا عنها أنا انتقلت من مرحلة الكره لأوكرانيا إلى مرحلة التأقلم في أوكرانيا ومن ثم انتقلت إلى مرحلة الحب والعشق للمكان اللي أنا كنت فيه اللي هو مدينة سومي هاي المدينة الصغيرة عدد سكانها لما كنت هناك 400 ألف نسمة مش كثير حدا بعرفها مش مدينة متميزة ما عندها الصرح المعماري الفخم المناطق الفخم مش موجود معظم المباني فيها قديمة جدا ولكن فيها نوع من العمارة الطراز الأوروبي القديم الجميل وفيها طبيعة جميلة جدا وتعرفتها على ناس كثير كويسين فكل هذا مع بعض أعطاني التجربة اللي أنا كنت أبحث عنها بحب أذكركم أنا طول عمري عايش في المخيم جبل أمير فيصل مكان مش جميل نوعا ما أو بالمرة مش جميل وأحلامي منذ الصغر كانت تتجه نحو أماكن حلوة جميلة طبيعة بتجنن والطبيعة عندي إلها أثر ودور كبير لها في حياتي فسبب حبي وعشقي لأوكرانيكا الأساس الطبيعة الجميلة حتقول لي لأ النسوان الحلوات هناك بقول لك لأ أكيد نسوانهم جدا جميلات ولكن اللي جذبني وثبتني في هذه البلد الطبيعة اللي لا يمكن أني أنسها في آخر مرة بخلص دراسة بالسنة الأولى من أوكرانيا ورجعت فيها على الأردن رجعها سريعة كانت لأني لازم أروع على فلسطين وعشان أسوي إشي اسمه والكرت الأصفر طبعي والتصريح لازم أسوي كنت فكان لازم أرجع وفعليا روحت على الأردن ومن ثم بعد سبور روحت على فلسطين وعملت هذه الإجراءات ومن ثم رجعت على الأردن ومن ثم سفرت على أوكرانيا بالفترة هاي يمكن قاعد شهر بس أنا كنت مستعجل كثير لأول مرة مستعجل أرجع على أوكرانيا خلص قلبي صار معلق هناك وفعليا على غير العادة كنت مستعجل للسفر وصفرت ورجعت على أوكرانيا ومن المطار بس كنت أطلع من المطار وأشوف المكان راح شعور الهربة تماما تبدد تماما ورجعت إلى مدينة الحبيبة السومي لما رجعت لسومي كان فصل خريف من أجمل فصول السنة أجمل فصلين طبعا الربيع صغير جدا والخريف برضو صغير جدا ولكن الخريف بتحسه كله دراما كله مشاعر الألوان جميلة جدا يعني قد ما أحكي لكم فيه ألوان بالشجر ما بكفي فيه شجر كثير فيه ألوان كثيرة متنوعة أحمر أصفر أخضر يعني ليلكي هيك منزوج الألوان على الشجر وورك ساقط على الأرض تنوع بالألوان بيغمرك هيك بالسعادة يعني بعطيك شعور جميل جدا صعب توصفه ولكن هو هذا الشعور اللي كان يخليني دائما أفكر أنا ليش هون كيفي جيت هون وأستمتع باللحظة كل ما أشوف المنظر هذا أستمتع وأحمد ربي أنه أنا الحمد لله أنه عندي فرصة زي هيك أني أنتقل من الأردن إلى هذا البلد وأستمتع بهذا الجمال جمال فعليا صعب توصفه مش ممكن ما تستمتع فيه كثير كنت أطلع من بيتي أروع على البارك أتمشي لحالي أمشي بين الشجر مش أني كنت مجنون ولكن فعليا فيه راحة نفسية فيه هدات بال كانت موجودة مش معقولة يعني كنت أمشي الشجر بحسه بحكي معي بيكلمني الأوراق تتراقص معي فيه نوع من الفن هيك اللي أنا بشوفه بالطبيعة من الله سبحانه وتعالى كان يعطيني هدات بال وراحة نفس حاليا مش قدر ألاقيها طبعا أنا الشق اللي أنا ساكن فيها كانت في سنتر المدينة عمارة 16 طابق أنا في الطابق التاسع عندي بلكونة مطلة إطلالة جميلة جدا على بارك المدينة بارك المدينة المتنزه الكبير تبع المدينة وكل إشي في المدينة كنت أشوفه تقريبا فالمنظر كان جميل جدا والهواء عليل جدا ولما كنت أشعر أني والله أنا زهقان فعليا أنزي من بيتي خمس دقائق وأنا بصير فيه المتنزه الكبير والمتنزه الكبير من كذر ما هو كبير فيه ملاهي من كذر ما هو كبير فيه ملعب كرة قدم دولي بصير في مباريات دولية حقيقية هذا يعني حجم البارك والبارك كمان بدخل منه النهر والنهر بعمل جواته بحيرة وهناك ناس بيصبحوا وبالعب رياضة بتمشوا كل شيء بالدكية المشي هناك كان جميل جدا طبعا مش بالليل أكيد مش بالليل دائما الليل هناك خطر في النهار عصريات تجربة جميلة جدا طبعا أنا كنت مخلص سنة هندسة كهرباء ولكن والدي حكالي بدي تدرس هندسة برمجيات فلما رجعت على الجامعة بدي غير تخصص هندسة برمجيات حكوا لي هذا التخصص مش موجود حاليا فكانت هنا المفاجأة انه اضطريت اني اغادر المدينة انا وصديقي رحنا على مدينة اسمها دنيبرا بيتروسك واحدة من اجمل مدن اوكرانيا من اجمل مدن اوكرانيا دنيبرا بيتروسك الفوف كييف ودسة هدول من اجمل المدن الفوف الوحيدة اللي ما رحت عليها فهاي المدينة جميلة جدا عصرية جدا فيها كل شيء بالدكية فيها نهر ضخم يعني هذا النهر في مكان منه عرضه كيلو متر متخيلين فهذا النهر هو رمز المدينة والمدينة حديثة جدا فيها مواصلات فيها مرشودكا فيها تراليبوس فيها المترو وفيها ايضا لترام كل هاي الاشياء تعطي جولة المدينة بالذات لترام اللي بمشي في نص المدينة بتشوف المدينة وتتعرف على المدينة المدينة فيها شارع ناسي اسمه تراس تراس شفشنكا يمكن اسمه تراس شفشنكا مش بتأكد صلحوني اللي بيعرف هذا الشارع فيه محلات فخمة جدا ومن ثم بيجي الشارع بيجي مسربين ومن ثم حديقة في نص الشارع هاي الحديقة فيها شجر فيها ورد فيها اماكن تتمشي فيها فيها رسامين فيها فنانين ناس بتعزم موزيقة يعني الناس بتمشوا هناك في نص الشارع يا اخوان بس هو كبير في نص هذا النص ممر للترام القطار الكهربائي هذا بيمر منه نص بعدين الشارع الاخر ومعدين الغصيف فمتخيلين المشي هناك كان لحاله متعة قعدت شهر كامل هناك وكانت حياة ممتعة جميلة جدا طو احنا رحنا بدري قبل ما بتبلش الجامعة تفتع عشان نلاقي بيت ولقينا بيت واستأجرنا ومن ثم فتحت الجامعة رحنا على الجامعة حكينا له بدنا ندرس هندسة برمجيات شافوا المواد اللي عندي حكولي انت ما بيزبط تبلش هندسة برمجيات لانك دارس هندسة كهربائيات لازم تعيد السنة صاحبي لانه جسة اول سنة ما عنده مشاكل فحكت لهم لا بقدرش عيد السنة صعب اني اضيع سنة كاملة من عمري ابوي ما رح يرضى سنة كاملة يعني كلفة كبيرة صعب جدا فما وفقت فقلت خلاص برجع على سوني وبدرس هندسة كومبيوتر وبكمل حياتي هناك وفعلا طلبت التاكسي اللي جابنا على هاي المدينة وجيت ارجع على مدينة سوني بتفاجأ انه صاحبي بيقرر في نفس اليوم اللي انا سافرت فيه انه بتدير جامعي بقول لي بالحلال ما انت زبطت معك امورك قال لي لا رجلي عرجلك وفعلا رجع معاي على سوني وكان يعني كنت سعيد بالرجعها هاي بصراحة كنت مشتاق لسوني خلاص سبحان الله ورحت هناك وللمفاجأة كانوا فاتحين تخصص هندسة برمجيات فقلت خلاص هيك زبطت معاي وسجلت بهذا تخصص وصاحبي سجل وبلشنا الدراسة وهنا بدأت اول مشاكلي اللي انتو مش متصورينو انو انا في فصل كامل خلص وانا بالتنقلات اللي عملتها هاي وانا ما درست هندسة برمجيات فصل كامل في السنة الثانية يعني في كمان سنة برضو رايحة علي بهذه الهندسة برمجيات رايحة على كل حال بلشت مع الفصل الثاني فصار عندي تأخر سنة ونص وكل الطلاب اللي عندي روس فهم ماخذين سنة ونص بالمجال وبالتخصص وانا دخلت جديد لا لغة قوية ولا عندي معلومات ولا عندي خبرة بالكمبيوتر فكانت مأساة بدخل على المحاضرة لا فاهم روسي ولا فاهم كمبيوتر فعلا عانيت الامرين كان بالنسبة للحياة صارت صعبة ويعني سيئة بالذات لما اكون بالجامعة ما كان عندي استمتاع بالجامعة لانه كان دائما مشاكل مش ملحق كل الناس متقدمين عني انا متأخر الروس شاطرين بعرفوا يبرمجوا يكتبوا كود انا ما بعرف ما بعرف تعبت وانا احكي ما بعرف فكان لازم ابدل جهد كبير كثير فكان عندي ضغط علي انه لازم ادرس بزيادة فعليا درست بزيادة وبذل جهد كبير ومشتغلت كثير لحتى قدرت الاحق الدراسة وما لحقت يعني فعليا انا خلصت الجامعة كاملة وما كنت على نفس مستوى طلاب الروس ابدا لكن قدرت ألحق وأطلع بمستوى يعني محترب فكانت الحياة زي ما حكت لكم سيئة من ناحية انه لما اروح على الجامعة نفسي تكون والله سيئة ووضعي صعب جدا بس لما اروح على البيت الحياة بالبيت كانت جميلة جدا وبيتنا يعني انا وصديقي الحمد لله رب العالمين كان مرتب نظيف اطلالته جميلة نوعا ما جميلة حلوة كنت اروح ماشي من الجامعة بالذات لما يكون الجو حلو المشي من الجامعة للبيت كان قريب البيت بصراحة انت بتمشي بين الشجر الهواء لطيفة عليل حياة حلوة برد خفيف طبعا لسه ما اجاش الربيع ولكن الجو مقبول فكنت اتمشى بتشوف الناس تطلع على الناس اللي رايع على الشغل اللي بروح من الشغل اللي بيركض اللي ماشي مع الكلب اللي مثلا ماسك ولاده بتمشى فيه بحاول وقف تكسي هيك قصص كثير وانت ماشي وانا بحب امشي كثير بصراحة وصحيح برد ولكن يعني خلاص تعودنا وكنت اوصل دايما للبزارة البزارة اللي هو السوق السوق اللي كنت عنده اسمه السوق الاسكدي بتدخل على السوق هيك الناس اللي ببيع بدورة بطاطا لحمة عندك معجنات اللي ببيع بزر اللي ببيع دخان عالم وحياة ماشي كنت اشتري واستمتع بالشراء طبعا اسعار كثير كانت ترخيصة كنت اروع على البيت كل يوم هيك نظام الحياة لكن للامانة الشعور في فصل الشتاء يعتبر سلبي لانه البرد قارس جدا البياض في كل مكان فيه اشياء حلوة ولكن برد بيوكل من جسمك من عظمك فصعب تكون مستمتع كثيرك بهذا الوضع جوه البيوت غير لكن برا البيوت فيه برد قارس ففعليا مش انا بحب فصل الشتاء هناك كثير لانه اكيد برد ورغم ضياض الثلج كان فيه سواد يمكن من الكآبة او من شعور بالكآبة او من البرد نفسه والحمد لله رب العالمين هذا الشعور كله ينتهي ويختفي لما يجي الربيع لما يجي الربيع حرفيا الارض ترقص الدنيا بتفرح فيه عرص فيه عرص واجب الطيور فرحاني الحيولات فرحانة الناس فرحانة الجليد بيتكسر عن المحيرات المتجمدة اللي احنا كنا نمشي عليها فعليه يتكسر وبلش يذوب النهر تبع المدينة بكون مجلد بتكسر وبلش يذوب بس تشوف انت النهر ببلش يذوب والمي بتطلع نفسيتك ببلش تحسن لانك عارف انه اشي قادم حلو الخضار بيغزو البلد الخضار يغزو المدينة بصير تكتسي بحل خضراء رائع جدا جميلة جدا وكأننا في كل يوم عنا عرص في هذا الربيع طبعا الربيع بيستمر شهر بعدين بيجي الصيف وانا بحكي لما بحكي الربيع يعني انا بحكي عن شهر اخر خمسة اول ستة هذا شهر ستة هو فصل الربيع بس اخره صيف فبصراحة اعراس عنا اعراس كل يوم كنت اروح مشيك كل يوم لانه جميل جدا الخضارة في كل مكان الورود في كل مكان المية الناس اللبس بخفوا عليك ما فيه برد شعور دائما جميل يعني حياة حياة يا اخوان هذا المشي انا كنت امشي من الجام على البيت ياخد معاي خمسة وعشرين دقيقة ما احس فيهم من كثرة الاستمتاع اللي انا فيه الحمدلله رب العالمين فكان مشاعر دائما فياضة طبعا بيتي وانا مروح ممكن يطلع على البحيرة بس بعيد البحيرة بس كله مع بعض هيك البكنش كامل جميل جدا الاكواخ اللي امر منها يطلع منها دخنة عندها شجر تفاح شجر برتقال معيني انا في المدينة فكان دائما جميل جدا المناظر هاي هي اللي خلتني احب البلد انا البلد بس اتذكر هاي المواقف والمشي اللي كنت امشيه البسيط استمتع بالحياة وطمد الايام سريعا وانقرر انا وصديقي انو ننتقل من منطقة الاسكدة الى منطقة اخرى هاي المنطقة الاخرى ليش؟ بدنا بيت احلى اوسع شوية غرف اوسع ففعليا نخترنا مكان هذا المكان في عمارة العمارة مطلة على سنتر المدينة على نحر المدينة مطلة على شجر بتشوف بارك الكبير من البلكون كان عندنا بالكوني من اجمل بالكونات الي جربتها في حياتي القاعدة هناك على الكرسي على الطاولة مع كاسة النسكافيه كانت تسوى فلوس من اجمل الاماكن الى سكنت فيها بصراحة مكان جميل جدا ممتع جدا كل يوم كان عندما جلسة كل يوم جلسة على البلكونة لأنه الجو لطيف بس نزهك ننزل نتمشى أقول إحنا على الجسر تبع النهر بكل بساطة روح تمشي شوين كمان بتوصل البارك الكبير وإذا بدك تمشي أكثر ممكن توصل في مكان ثاني اسم البارك الصغير كلاهم جميل خلوين فإذا مشيت أكثر شوين بتوصل المدينة كل إشي كان عندنا مشي على الأقدام السوق مشي على الأقدام البارك مشي على الأقدام زيارة الأصدقاء برضو مشي على الأقدام إلا الجامعة كنا نروحها مواصلات فكان المكان جميل جدا ممتع جدا استمتعت أنا وصديقي في هذا المكان إخوان لما أحكي لكم أني كنت أروح على النهر أتمشى النهر فيه عنده خط للمشي تروح تتمشى بس هيك تأخذ ساعة الزمن وأنت بتمشي جنبك نهر ناس بتصيد ناس بتسبح ناس بتعمل هاش وناش اللي هو شاش لك صور هيك بتذكرها بصراحة ممتعة جدا جدا من أجمل أيام طبعا هذا بشهر ستة ونكون قربنا نخلص لما نقرب نخلص يعني العطلة العطلة طويلة طبعا وخلصنا امتحانات خلصنا كل الامتحانات وقدمنا كل إشي أمورنا تمام هس عطلة معنا العطلة يعني ما عناش ولا أي إشي ولا شو كنت أسوي بالصيف ما كنت أروح خلص بطلت أروح على الأردن مع أنه الناس كانوا يستنوا اللحظة هاي لحتى يرجع على بلدهم اللي هما العرب أنا كنت أفضل هناك السبب ماديا فيه كل في كمين أنا كنت سافر تذاكر وما إلى ذلك أهلي تذاكر بقعد في بيتي وخلص فعليا منحافظ على الشقة وبظني في البيت كانت العطلة الصيفية أجمل أوقات السنة بالنسبة إلي أنا وأصدقائي لأنه ما عنا ضغط ما عنا دراسة ما عنا إشي نسويه فعليا أنت ما بتشتغل فما عندك الهم مصروفك جاي جاي أصلا أوفر لأهلك أنه أنت ما تروح فمعات مصروفك اللي أنت بتصرف أنا كنت من الناس اللي يعني كنت أصرف بالشهر 150 دولار مش رقم كبير ولكن كان يكفي فكانت العطلة الصيفية رائعة جدا كل يوم عندنا نشاط كل يوم والنشاط بتعلق إما بالبارك إما بالبحيرات إما اسفاحة إما بالطلعات طبعا دائما كل يوم نطلع بعد العصر نطلع نظلنا نتمشى لساعة 11 بليل لساعة 12 بليل وبعدها ممكن للعب شدة هاي كان نشطاتنا ما كنا نعمل إشياء مثلا يعني إذا كان في رياضة كرة قدم ممكن للعب بس موعدم أحيان كله ماشي نتمشى بالحدائق العامة نتمشى بالشوارع فبصراحة فترة الصيف كانت جميلة جدا وأنا كنت أشتغل شغلة مش شغل ولكن من أني قاعد قاعد أي حدا بدي يسافر أنا كنت أجيب له تاكسي أطلع معه أوصله للمطار في كييف وأروع البيت طبعا ما بدفع إشي بس الفكرة أني بوصله ولما يجوا من الأردن كنت أوصيهم على أقراض الشبابة وأروح أستقبلهم من المطار وأجيبهم على مدينة سون هاي الرحلة لحالها كانت برضو جميلة جدا لأن كل أوكرانية حلوة لما بتطلع خمس ساعات بالسيارة ما فيه إشي اسمه صحرة أو مناطق جرداء أو عشوائيات ما فيه كله خضار مساحات إما مزرعة قمح أو ذرة أو مساحات اللغابات أو أنهار أو بحيرات كل طريقك هيك فأنا كنت متخصص في هذا المجال كل سنة أعمل نفسي الإشي وكان يخلص الصيف خلص أتبلش الدراسة لكن كان فيه قرار عندي قررت أنه هالمرة بدي أطلع من عند صديقي وأسكن لحالي مش لحالي لحالي بدي أسكن عند عائلة روسية وهي كان القرار وأصدقائي يذكرون لي أنه في عائلة روسية محترمة ختيار وختيارة ممكن ترح تسكن عندهم يعني السعر عندهم منطقي بس المرة العجوز نكدة كثير هاي المرة العجوز هسميها البابوشكا يعني جدتي هاي رح أسكن عندها وإن شاء الله في الحلقة القادمة ببلش لما رح تقابلتها وكيف سكنت عندها وشو رح سوينا مع بعض فانتظروني في الحلقة القادمة إن شاء الله بشوفهم في فيديو قادم إلى اللقاء